أخذ الوجه الآخر للصورة من ضمن المقارنة نظرة الناس للتمريد ومعاملتهم ليهم أنا شايف أنها بتتدهور أنا شايف أنها دعاية الناس للتمريد نظرتهم بالتمريد هقولك من تجربة الشخصية أنا راجل اشتغلت غير أن أنا طبيب اشتغلت مدير أماكن صحية واشتغلت ريكروتمنت توظيف وتعين وكنت بسفرهم برا كمان فاحتكد بفئة التمريد بكل مستوياتها بلاحظ أن كثيرين عايزين يغيروا المهنة بالذات اللي خد بكاليويوس حقيقي تحاولت بلاقيها بعد ما خلص التمريد بتنتسب لكلها النظرية حضرتك عندك حق أو تروح تاخد ماجستير جودة حضرتك عندك حق تفضل ليه؟ لأن احنا في الحقيقة سبناهم للجامعة المفتوحة هي عايزة تحسن من مستوها وتاخد بكاليويوس بصرف النظر بقى أنا ممكن أخد بكاليويوس تجارة حقوق أي أن كان ما كانش فيه فرص لفتح واستكمال الدراسة ممكن معنا يا سمين دلوقتي هي بتاخد بكاليويوس وهي خريج الدبلوم أدي ما كانش فيه الكلام دا عارفها السنوية ما كانش عندنا شعبة في الجامعة المفتوحة للتمريد عشان ياخد بكاليويوس تمريد العربي طيب قبل ما انتقل لبناتنا الحلوين عايزة أسألك السؤال مهم جدا في الجزئية دي نسبة اللي بيغيره الكريل قد يعدك الفترة اللي فاتت قبل استكمال الفتح البرامج الجديدة في الحقيقة كانت نسبة كبيرة يمكن أكثر في المصرفات الجامعية متقدرش تجدها أي تقدير هو ممكن أقول من 17% ودي نسبة كبيرة بالنسبة وإحنا بلد أصلا التمريد فيها في عجز في عجز فكمان 10% في تصرب أكثر من عجز يعني أنا بحب دايما نقول كلمة تصرب أكثر من عجز لأنه بيروحوا القطاع الخاص بيسوق الحكومة عشان طبعا لو حركتنا فرصة نحن نتكلم على طبعا العائد المادي الأولي